المصنف وطريقته في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم شرع بعد ذلك في الحديث عن مستند غير الصحابي والمراد بغير الصحابي كل الطبقات بعدهم رضي الله عنهم من التابعين فتابعيهم إلى وقتنا هذا فكلهم يسمى غير الصحابي وقول المصنف مستند غير الصحابي مراده أن يذكر في هذه المسألة مراتب الرواية التي يتلقى بها غير الصحابي عن شيخه كما أن الاختلاف في مراتب التلقي مؤثرة في صيغة الأداء إذا أراد التلميذ أن يحدث بما روى عن شيخه وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى مراتب متعددة ورتبها بحسب علوها والمشهور عند العلماء أنهم يقسمون مستند غير الصحابي إلى ثمان مراتب وقد شرح المصنف بعض هذه المراتب ولم يشرح جميعها أول هذه المراتب هي مرتبة السماع من الشيخ ويسمى بالإملاء ثم يليها القراءة على الشيخ ويسمى عند بعض العلماء بالعرض ثم يليها الإجازة ثم المناولة ثم المكاتبة وهذه الأمور الخمس كلها تكلم عنها المصنف والمرتبة السادسة هي الإعلام والسابعة هي الوصية والثامنة هي الوجادة وقد تحدث المصنف عن الوجادة ولم يتكلم عن الوصية والإعلام وقد نشير إليهما عند الحديث عنها نعم أعلى قراءة الشيخ عليه لا هو على الشيخ عند الأكثر نعم قول المصنف رحمه الله تعالى أعلاها أي أن أول المراتب في تلقي التلميذ عن شيخه هي قراءة الشيخ عليه ثم يليها قراءة قراءة التلميذ على الشيخ لأنه قال لا هو على الشيخ فأورد المصنف في هذه الجملة المرتبة الأولى والثانية معا وقول المصنف رحمه الله تعالى أعلاها أي أعلى المراتب في القوة وقد جزم بأنها الأعلى كما ذكر المصنف أكثر العلماء ولذا قال في آخر هذه الجملة عند الأكثر أي عند أكثر العلماء وتبعه على كون أكثر العلماء على ذلك المرداوي وغيره وممن قال بأن أعلى طرق الرواية والتلقي هي قراءة الشيخ على تلامذته والروات عنه الإمام أحمد فقد جاء في رواية العباس بن محمد أن الإمام أحمد قال لما خرجت إلى عبد الرزاق أخبروني أن معاذ بن هاشم على الطريق قال فملت إليه ومعي ثلاثة ظهور مملوئة مملوئة من حديثه قال فصادفته فقرأ علي شيئا ثم قال أنا عليل لا أقدر على أكثر من هذا ولكن اقرأها علي يعني الإمام أحمد قال أحمد فآبيت ووددت والله أني كنت قرأتها هذا النص يدلنا على أن أحمد يرى أن قراءة على الشيخ أعلى في التلقي من أن يقرأ التلميذ أن قراءة الشيخ ولفظه أعلى من أن يقرأ التلميذ على الشيخ وهذه صريحة في كلامه وقد صرح بذلك جمع من علماء الحديث كوكيع ومنهم إسحاق بن عيسى الطباع تلميذ الإمام مالك وكثير من العلماء رحمهم الله تعالى ومن جزم به من الحنابلة بن قدامة وابن الحافظ والمصنف هنا والمرداوي وغيرهم وقول المصنف رحمه الله تعالى أعلاها قراءة الشيخ عليه قراءة الشيخ أي المحدث المروي عنه وعليه أي على التلميذ الراوي عنه وتعبير المصنف بالقراءة هو من باب الأغلب أي القراءة من كتاب وإلا فإنه لو حدث من غير كتاب أي من حفظه فإنه يدخل في هذه المرتبة وإن كان العلماء قد صرحوا على أن القراءة من كتاب أقوى من أن يحدث من غير كتاب وممن صرح بذلك رمام أحمد فقد قال يحيى بن معين دخلت على أبي عبد الله أحمد فقلت له أوصني فقال لا تحدث المسند إلا من كتاب فهذا يدل على أن العلماء كانوا يقدمون من قرأ من كتاب على من حدث من صدره في الجملة وقوله لا هو على الشيخ أي لا قراءة التلميذ على الشيخ أو قراءة غيره وهو يستمع إليه وسيأتي تفصيل هذه المرتبة يهمنا هنا أن قراءة الشيخ عليه يسمى إملاء وقراءة التلميذ على الشيخ يسمى عرضا عند بعض أهل العلم وقلت عند بعضهم لأن بعضهم يجعلوا من مراتب التلقي العرض بمعنى مختلف عن هذا المعنى بأن يعطيه كتابا ثم يطلب منه الإذن بأن يروي عنه فبعضهم يسمي هذه المرتبة عرضا وبعضهم يسمي تلك عرضا نعم وقيل عكسه نعم قال وقيل عكسه أي أن قراءة التلميذ على الشيخ أعلى من قراءة الشيخ على التلميذ وهذا القول الثاني قال به جمع من كبار المحدثين كأبي حاتم فقد قال أبو حاتم الرازي القراءة على الشيخ أحب إلي من قراءة الشيخ أما علمت أن القرآن يقرأ على المعلم وممن نص على هذا القول شعبة بن الحجاج وغيرهم وقد أطال أبو الحسين بن فارس المتوفى سنة 395 في كتاب له لطيف مطبوع اسمه مأخذ العلم في ترجيح هذه الطريقة وهو أن القراءة على الشيخ مقدمة على قراءة الشيخ فقد ذكر أبو الحسين بن فارس اللغة والمشهور أن بعضا من العلماء قالوا إن قراءة التلميذ على العالم أفضل من قراءته عليه ثم أسند عن أبي مطيع أنه قال كان مالك بن أنس وأبو حنيفة والحسن بن عمارة وابن جريج كلهم يقول قراءتك على العالم أفضل من قراءته عليك ثم رجح هذا القول فقال وبذلك نقول لأن السامع أربطوا جأشا وأوعى قلبا وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع المقصود من هذا أن هذا القول الثاني قوي وقال به جمع المحدثين كما نقلت لك عن بعض أعيانهم نعم وقيل هما سواء قيل وهما سواء أي أن المرتبة الأولى والثانية سواء في القوة وقد نقل الخطيب في الكفاية أن هذا القول عليه كثير من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى وأنه جزم به كثير من المحققين ونسبه إلى علماء الحجاز والكوفة والبخاري ثم إن قصد إسمعه وحده أو مع غيره قال حدثنا وأخبرنا وقال وسمعته نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يفرع على المرتبة الأولى التي رأى أنها الأعلى وهي قراءة الشيخ على تلميذه فقال ثم أي ثم إن قرأ وقصد إسماعه وحده أي قصد الشيخ إسماعه أي إسماع التلميذ وحده بأن حدث شخصا بعينه قال أو مع غيره أي قصد إسماع التلميذ مع غيره من الحاضرين قال أي قال التلميذ عند أداء هذه الرواية التي تحملها قال قال حدثنا وأخبرنا وقال وسمعت أي له أربع صيغ يجوز له أن يأتي بها جميعا أما حدثنا وأخبرنا فقد انعقد الإجماع عليها لأنه حدثه بلفظه أي الشيخ وقد نص على ذلك الإمام أحمد فقد قال أبو داود في بسائله قلت لأبي عبد الله إذا سمع الرجل أو إذا سمع الرجل نعم إذا سمع الرجل وحده هل يقول حدثنا فلان فقال لا بأس به فدل على أنه يصرح بأن يقول حدثنا وقد صرح أحمد كما سيأتي معنا أنه يرى أن حدثنا وأخبرنا سواء في كثير من المواضع وأما قوله قال وأخبرت وسمعته فهذا حقيقة هو لما قال عن شيخه إنه قال فإن شيخه قد قال وقوله سمعت شيخي يقول ذلك فقد أخبر عن حقيقة الحال وهذا باتفاق أنه يجوز له هذه الصياغ الأربع ممن حكى الإجماع على ذلك القاضي عياض وقد عيب على ابن الصلاح أنه نظر في هذه المسألة بأن فيها إجماعا سابقا حكاه القاضي عياض في الإلماء وغيره نعم وإن لم يقصد قال حدثا وأخبرا وقال وسمعته قال وإن لم يقصد أي وإن لم يقصد الشيخ إسماع التلميذ وهذا يشمل سماع المستتر وقد ذكر العلماء بعض المواضع التي يكون فيها المرء مستترا عن شيخه فيسمع منه الحديث أو يكون قد أراد أن يحدث شخصا بعينه من باب المذاكرة فيكون أحد الحاضرين موجودا وليس هو المقصود بسماع هذا الحديث قال فإن لم يقصد أي لم يقصد الشيخ إسماع ذلك الراوي عنه أو التلميذ قال أي قال التلميذ حدث أي حدث فلان بكذا أو أخبر أي أخبر بكذا أو قال وقد قيل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا قال في حديث قال فلان كذا فبعضهم يرى أنه من المقطوعات وبعضهم يقول إنه ليس من المقطوع بل هو من المسند المتصل ولكن البخاري رحمه الله تعالى كانت له طريقة في الدلال على صيغة التلقي من شيخه فذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن مندى في كتابه الإجازة أن البخاري إذا قال قال فإنه محمول على الاتصال إذا كان من طبقة شيوخه لكنه تلقى منه بالإجازة وقال غيره من أهل العلم أن إن البخاري إذا قال قال فإنه محمول وكان من طبقة شيوخه فإنه محمول على الاتصال لكنه كان في وقت مذاكرة لا في تحديث مع قصد إسماء وهذه أحد الأوجه التي ذكرت في ما لم يسرح فيه البخاري بصيغة التحديث عن شيوخه وهي أحاديث معدودة تكلم فيها العلم وأفردوا لها كتبا معينة في جمع هذه الأحاديث منها كتاب تغليق التعليق للحافظ من حجر نعم قال وسمعته أي وسمعته يحدث بكذا فليس في ذلك مخالفا للحق نعم وله إذا سمع مع غيره قول حدثني وإذا سمع وحده حدثنا عند الأكثر نعم هذه متعلقة بالمرتبة الثانية التي سبقت وهي سماع التلميذ من شيخه أو سماع الراوي من شيخه فيقول مصنف وله أي ول التلميذ إذا سمع مع غيره فكان المتكلم هو الشيخ قال قول حدثني فيقول حدثني ويجوز له أيضا أن يقول حدثنا لأنه سمع مع غيره فيقول حدثنا كالواقع ويجوز له أن يقول حدثني كذلك قال وإذا سمع وحده أي سمع شيخه يحدث وحده فيقول حدثنا يعني سمع الشيخ يحدثه وحده فكان التلميذ وحده المحدث فيقول حدثنا ومن باب أولى أنه يصح له أن يقول حدثني قال المصنف عند الأكثر قوله عند الأكثر أي التي فيها خلاف هي في الحقيقة المسألة الأولى للثانية لماذا المسألة الأولى هي إذا سمع مع غيره فله أن يقول حدثني هذه هي التي عند الأكثر تجوز لأنه إذا سمع مع غيره فباتفاق علماء الحديث يجوز له أن يقول حدثنا واختلفوا هل يجوز له أن يقول حدثني أم لا على قولين والأكثر أنه يجوز ذلك وأما إذا سمع وحده فإنه يجوز أن يقول حدثني ويجوز أن يقول حدثنا بلا إشكال لأنه إذا سمع وحده هو في الحقيقة صريح في الحال يعني هو صادق في الثنتين لماذا الخلاف في الأولى فقط لأنه إذا قال المرء حدثني تدل على مزيد اختصاص ولذا فإن بعضا من العلماء منع منها إذن قول المصنف عند الأكثر هي راجعة للمسألة الأولى دون المسألة الثانية فالخلاف فيها فيما إذا سمع مع الناس هل له أن يقول حدثني أم لا وفيها روايتان الرواية الأولى التي ذكرها المصنف هنا أنه يصح له أن يقول حدثني وقد نص عليها الإمام أحمد كما قال ابن مفلح رحمه الله تعالى بل جزم المرداوي أنها هي الصحيحة عن الإمام أحمد وهو قول أكثر أهل العلم والرواية الثانية ستأتي فيما سينقله المصنف عن الإمام أحمد ونقل الفضل بن زياد إذا سمع مع الناس يقول حدثني قال ما أدري وأحب إلي أن يقول حدثنا نعم هذه الرواية الثانية في المسألة فيها خلاف وهي إذا سمع مع الناس هل يصح أن يقول حدثني أم لا فالنقل عن الفضل بن زياد أن أحمد سئل عن ذلك فقال ما أدري وأحب إلي أن يقول حدثنا وهذا يدلنا على أن الأولى أن يصرح بالجمع لأنه سمع مع غيره وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد وقد نقل ابن فارس أن جماعة من الناس كما عبر سلكوا مسلكا يكون غيره أسهل منه وأبعد عن التعمق والتنطع هذه عبارته فقالوا من حدث جماعة لم يجز للمحدث عنه أن يقول حدثني قال وهي شديدة لا وجه لها فهذه الرواية الثانية أنكرها ابن فارس وشدد فيها وقال إنها من التعمق وأنها من التنطع وعلى العموم فإن كلام الإمام أحمد لما قال ما أدري أحب إلي المذهب أو علماء المذهب نصوا على أن أحمد إذا قال أحب إلي لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الندب وهو كذلك فإن الندب فيها أولى وهو التصريح بصيغة أو بصفة السماع والتلقي وإذا قرأ على الشيخ فقال نعم أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها فده الرواية عند الأكثر نعم هذه المرتبة الثانية عفوا المسألة السابقة كانت متعلقة بالرواية بالمرتبة الأولى هذه المرتبة الثانية وهي القراءة على الشيخ وهي القراءة على الشيخ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإذا قرأ على الشيخ أي قرأ التلميذ على الشيخ فقال أي الشيخ نعم فقوله نعم أي نعم ما قرأته صحيح فيكون من باب الإقرار قال ومثل ذلك لو أن التلميذ استأذن الشيخ في القراءة فأذن له ثم قرأ بعد ذلك فقال أقرأ عليك فقال نعم اقرأ ثم قرأ عليه فإن ذلك يكون إقرارا إقرارا لفظيا قال وإذا قرأ على الشيخ فقال نعم هذا هو الإقرار اللفظي بصحة المقروء قال أو سكت أي سكت الشيخ المقروء عليه بلا موجب أي بلا سبب يجب السكوت من غفلة أو غيرها كالنوم والإكراه والخرس ونحو ذلك من الأمور قال فله أي فل التلميذ الرواية أي الرواية عن الشيخ بهذه القراءة قال عند الأكثر أي عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى وقد نقله أبو عبد الله الحاكم في المدخل عن الأئمة الأربعة جميعا أنهم يجيزون النقل بالقراءة على الأشيخ ولم يخالف هذه المسألة إلا بعض الظاهرية وهؤلاء المخالفون طبعا سماه ابن مفلح أنه بعض العراقيين ولكن هؤلاء المخالفون صرح بالمراد بهم الحافظ بن حجر في تخريجه لأحاديث مختصر بن الحاجب فإن له كتابا اسمه موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر يعني مختصر بن الحاجب الذي هو أصل كتابنا فقال إن الذي خالف في هذه المسألة هو أبو عبيد الله الحميدي الأندلسي الظاهري نزيل بغداد صاحب ابن حزم قال وله جزء في ذلك مفرد رأيته بخط السلفي ثم قال وقد قال بمثل قوله جماعة قليل كأبي إسحاق الشيرازي إذن الذي نقل عنه هذا القول من المحدثين هو الحميدي نزيل بغداد تنميذ ابن حزم وصاحب ابن حزم نعم ولكن عامة أهل العلم على صحة ذلك بل قيل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما كان يروي الموطأ بهذه الطريقة فما كان مالك يقرأ بنفسه وإنما كان يقرأ عليه وهؤلاء الذين منعوا من الرواية لأجل القراءة قالوا لأجل الاحتمال أن يكون الشيخ قد غفل قد غفل أو نعس ومع هذا الاحتمال فإن الأولى لا يروى بها ولكن نقول غيرها مقدم عليها لا أنه لا يروى بها نعم ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه وبدون قراءة عليه روايات نعم قال ويقول أي ويقول الراوي عن الشيخ الذي قرى عليه فأقر الشيخ صحة القراءة إما بلفظه بأن قال نعم أو بحاله بأن سكت قال فيقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه أي صح يقول حدثنا قراءة عليه وأخبرنا قراءة عليه وهتان الصيغتان لم يخارف فيهما أحد ولا نزاع فيهما وإنما النزاع في الجملة الثانية قال وبدون قراءة عليه روايات أي هل يصح له أن يقول حدثنا من غير أن يقول قراءة عليه أو يقول أخبرنا من غير قراءة عليه قال فيها روايات وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أربع روايات أو خمسة روايات ذكر الثلاث الأخر وأبدأ أنا بالأول لأنها هي الأهم وهي التي فيها الخلاف القوي وأما الثلاث الأخر فإنه قد قال بها بعض من أهل العلم هذه الروايات هي فيما إذا قرأ التلميذ على الشيخ هل يصح له أن يقول حدثنا وأخبرنا فقط من غير تقييد بكونها قراءة عليه أم لا الرواية الأولى أنه يجوز له ذلك وهذه الرواية نص عليها الإمام أحمد ونقلها إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عنه واختار هذه الرواية كثير من أصحاب الإمام أحمد منهم الخلال وعبد العزيز وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال أبو بكر عبد عزيز بن جعفر ومنهم القاضي أبو يعلى وغيره بل قد قال بها جماهير أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأغلب علماء الحجاز والكوفة وقد قال ابن فارس في مأخذ العلم ذهب إليها أكثر أهل العلم الرواية الثانية وهو الأصح طبعا كما قلت لكم عن ابن فارس أنه قال ذلك أن أكثر أهل العلم عليها الرواية الثانية أنه لا يجوز الأطلاق في حدثنا وأخبرنا عند القراءة بل لا بد من التقييد بأن يقول حدثنا قراءة وأخبرنا قراءة وهذه نص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل فقد قيل لأحمد إن عوفا سأل الحسن البصري فقال له أقرأ عليك فأقول حدثنا الحسن فقال الحسن نعم قال حنبل فسألت أحمد عن ذلك فقال لا ولكن يقول قرأت عليه وهذه الرواية انتصر لها من أصحاب إمام أحمد ابن مندة وغيره وجمع من المحدثين كابن المبارك وابن عيينة وإسحاق بن راهوية لأن إطلاق التحديث من غير التقييد بالقراءة قد يوهم الكذب نعم الرواية نعم ثالثها ثالثها جواز أخبرنا لا حدثنا نعم قال ثالثها أي ثالث الروايات عن الإمام أحمد يجوز أن يقول أخبرنا ولكن لا يجوز أن يقول حدثنا إلا مقيدة بقوله قراءة عليه وهذه الرواية نقلها ابن أبيعلى في كتاب التمام عن الإمام أحمد وسبب التفريق بينهما أن الإخبار قد يكون بالكتابة وأما التحديث فلا يكون إلا باللفظ ولذا فإنه إذا قال حدثنا فإنها توهم أنه قد سمع وهو لم يسمع وإنما قرأ على شيخه فالأنسب أن يقيدها فيقول حدثنا قراءة عليه ورابعها جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا نعم قال رابعهما رابعها أي رابع الروايات الخمس في هذه المسألة جوازهما أي جواز الإطلاق والتقييد في أخبارنا وحدثنا معا فيما أقر به لفظا بأن قال نعم أقر بصحة قراءتك لا حالا أي لا ما أقر به بدلالة الحال وهو السكوت نعم وخامسها جواز أخبارنا فقط لفظا لا حالا نعم قال وخامسها وهي الرواية الخامسة جواز أخبارنا فقط يعني قول أن يقول أخبارنا فقط لفظا إذا أقر بها لفظا لا حالا وأما حدثنا فلا تجوز مطلقا إلا مقيدة بالقراءة وهذه الرواية نقلها أيضا قاضي عياض ونسبها للإمام أحمد نعم وظاهر ما سبق نعم قوله وظاهر ما سبق أي وظاهر ما سبق من الكلام السابق حيث أجاز الرواية وإن لم يأذن بمجرد الإقرار فإنه يجوز له الرواية نعم أن منع الشيخ للغاوي من روايته عنه ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثر وصرح به بعضهم يقول الشيخ إن الشخص إذا سمع من شيخه أي من لفظ الشيخ قراءة أو محفظا أو قرئ على الشيخ وأقر بصحة القراءة فإن له ثلاث حالات من باب القسمة العقلية إما أن يأذن له بالتحديث عنه فهذا لا شك أنه يجيز التحديث أو يصح التحديث فيه الحالة الثانية أن يسكت وهذه أيضا يصح بها التحديث الحالة الثالثة أن يمنعه فيقول نعم ما حدثتك به صحيح أو ما سمعته من القارئ صحيح لكن لا آذن لك أن تحدث عني قالوا هل إذا منع الشيخ التلميذ من التحديث عنه لا يصح له أن يحدث به نقول لا وهذا معنى قوله وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه لا يؤثر أي لا يؤثر في صحة الرواية وصرح به بعضهم أي وصرح بهذا الظاهر المفهوم بعض علماء الحديث لا يستثنى من ذلك إلا ما قاله المصنف إذا أسند ذلك إلى خطأ يعني أسنده إلى خطأ معين قال أنا أخطأت في لفظ فحينئذ لا يصح التحديث بالخطأ قال أو إلى شك بأن شك في الرواية لا أدري أقلتها أم لم أقله فحينئذ لا أدري هل هذا من كتابي أم ليس من كتابي فحينئذ يصح وقد جاء عن بعض المحدثين أنه روى ثم شك في روايته فأمر بعد ذلك بأن يعاد السماع مرة أخرى وأن لا يروى من الرواية الأولى جاء تعالي عن بعض الشيوخ الإمام أحمد تطبيق هذه المسألة في الرواية قديما وحديثا أما قديما فواضح مثل المثال ذكرت لكم قبل قريب فإنه إذا منع من رواية عنه من طريق معين أو في حال معين لا يصح الرواية عنه منها الأمر الثاني في مساء الإجازات فإن بعض الناس قد يجيز تلميذه ثم يغضب على تلميذه فيقول سحبت إجازتي فنقول إن منعه من الرواية بعد ذلك لا أثر به وهذا موجود وخاصة في وقتنا هذا كثير جدا يجيز الشيخ تلميذه ثم يغضب عليه فيقول سحبت الإجازة ليس له ذلك لأن التحديث به إذا صح الترقي فإنه يصح الأداء بعد ذلك والتحديث به نعم ومن شك في سماع حديث لم يجز روايته مع الشك إجماعا نعم قال ومن شك في سماع حديث أي إذا شك المتلقي أنه سمع حديثا من شيخه قال لم يجز روايته مع الشك لأن الأصل العدم وهو عدم السماع ولا يجوز مع الشك مطلقة وإذلك فإن الشك أنواع قد يكون الشك في الإجازة وهذا كثير جدا عند المتأخرين يشك هل له إجازة أم لا وقد يشك أحيانا بسماعه وخاصة في طرق التلقي هل سمع هذا الحديث أم لا فيجده مدونا في كتبه ولا يدري هل له رواية له أم لا فإن لم يدري أله رواية أم لا فإنه لا يجوز الرواية مع الشك بإجماع أهل العلم بلا خلف حكى الإجماع جماعة منهم الآمد في الإحكام وتبعه كثيرون وهنا مسألة أن الناس في القرون الأخيرة يعني خمسة قرون الأخيرة ربما وقبل ذلك يتجوزون في إثبات روايات مشكوك في ثبوت اتصال الإسناد فيها للكتب فبعض الكتب لا يعرف لها إسناد فليس لها إسناد في الأثبات وليس لها إسناد في الفهارس ثم يأتي رجل ويركب إسنادا باعتبار أن فلانا تتلمد على فلان وهكذا إلى أن يصل لصاحب الكتاب وهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم كما ذكر المصنف والأسف هذا كثير جدا وخاصة في قرون متأخرة ربما القرون الثلاثة الأخيرة أو الأربعة من غير دقة في حساب القرون التي حدث فيها ذلك ولذا إذا أراد شخص أن يروي كتابا إما بالإجازة أو بالسمع فإنه لا بد أن يتأكد من ذلك بالرجوع للكتب من الفهارس والأثبات وإن الفوائد أن بعض العلماء في القرن قبل الماضي وهو الشيخ ولي الله الدهلوي قد ذكر أن الأسانيد رجعت إلى أربعة أربعة فهارس وأثبات وأنها في الغالب ترجع إلى واحد وهو ابن حجر العسقلاني قال أربعة قال وكلهم من المصارية بهذا اللفظ في كتابه لا أدري عن صحة هذا الجمع قال وكلهم من المصارية قال وترجع كلها إلى فهرس بن حجر بالذات ولذا فإن أغلب اتصال الأسانيد المتأخرين إلى أربعة كما ذكر الله الدهلوي أو إلى واحد وهو ابن حجر رحمه الله تعالى نعم ولو اشتبه بغيره لم يروي شيئا مما اشتبه به نعم قال ولو اشتبه بغيره يعني اشتبه إسناد لكتابين أو إسناد لحديثين لم يروي شيئا مما اشتبه به لأن القاعدة عند أهل العلم أن المشتبه يجب تركه والاحتياط فيه والاحتياط هو العدم وكل واحد من المشتبهين يحتمل أنه لم يسمعه فحينئذ يكون قد شك في السماع وإن كان قد تيقن سماع أحد الحديثين أو أحد الكتابين فحينئذ من اشتبه فإنه لا يصح له أن يروي شيئا مما اشتبه به نعم فإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له ففي جواز رواي اعتماد على غلبة الظن خلاف الأصح المنصوص جوازه نعم هذه فيها فرق بينها وبين السابق فرق يسير هناك فرق بين الشك وبين الظن الظن إذا أطلق عند الفقه فيعنون به غلبة الظن قالوا ولا توجد غلبة ظن إلا حيث وجدت قراء هذه قاعدة أوردها في المبدع وغيره وبناء على ذلك فإن الفرق بين الشك والظن أن الشك هو استواء الأمرين ولو ترجح أحدهما من غير دليل فإنه سمى شكا وإن ترجح أحد الاحتمالين بقراء فإنه سمى ظنا وهو المراد بقولهم فإنه سمى غلبة ظن وهو المراد بقولهم إذا ظن إذا فقوله قول المصنف إذا ظن أنه واحد منهما بعينه أي بشرط أن توجد قرائل تدل على ذلك كشهادة رجل واحد مثلا أو علامة من العلامات قال أو أن هذا مسموع له أن هذا يشمل الكتاب أو يشمل حديثا أو يشمل لفظا للحديث قال ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن شوفوا نعبر بغلبة الظن مما يؤيد ما ذكرت لكم قبل أنه لا يطلق الظن عند الفقهاء إلا ويريدون به غلبته وأما الظن المشهور في كتب بعض الأصوريين أنه ترجح أحد المحتمالين ولو ترجحا ضعيفا فهذا الفقه يلحقونه بالشك ما لم توجد فيه قرائل تدل على أحد الاحتمالين قال فيه خلاف أي قولان الأصح المنصوص أي المنصوص عن الإمام أحمد هذا المنصوص عن الإمام أحمد أخذ مما نقله صالح في سيرته أنه قال قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه بعض الأشياخ يدخل الحروف ويأكل بعض الحروف أو يدغمها فقال صالح الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترى أن يروى ذلك عنه فقال أحمد أرجو ألا يضيق عليه هذا فهنا أحمد صحح الرواية باعتبار غلبة الظن مع أنه أحيانا قد يدغم حرفين قد يدغم كلمة فيسقطها بكليتها ومع ذلك بناه أحمد على غلبة الظن وأنه جاز هذا معنى قوله المنصوص مفهوم ذلك أن هناك قولا آخر وهذا القول نقل عن بعض أهل العلم أنه لا يجوز الرواية بما غلب الظن صحته لأن الأصل أن الإنسان لا يروي إلا ما علمه إلحاقا بالشهادة وقد جاء عند ابن عدي بإسناد فيه ضعف شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد وكذلك الرواية فالأصل أن الشخص لا يروي إلا على ما علمه واستيقنه وأما غلبة الظن فلا ولكن جماهير المحدثين على الأول دون الثاني وهل يجوز للغاوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه فيه نوايتان نعم هذه المسألة وهي إذا كان التلميذ يريد أن يحكي صيغة شيخه فكان شيخه قد قال أخبرنا أخبرنا فأبدلها بحدثنا أو العكس كان شيخه قال حدثنا فأراد أن يبدلها بأخبرنا هل يجوز ذلك أم لا ذكر المصنف أن فيها روايتين أي عن الإمام أحمد وقبل ذكر هاتين الروايتين هذه المسألة أطال فيها أهل العلم حتى ألف فيها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى جزءا مشهورا طبعا أكثر من طبعة في إثبات أن حدثنا وأخبرنا سوى وكثير من أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة وجزءوا ابن الطحاوي مطبوع الرواية تانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة الرواية الأولى عنه أن حدثنا وأخبرنا سوى فحينئذ يجوز للتلميذ أن يحكي لفظ شيخه وأن يغير بين هاتين اللفظتين وقد نص عليها الإمام أحمد في رواية سلمة بن شبيب فقد قال سمعت أحمد يقول حدثنا عبد الرزاق حدثنا فلان فقلت يا أبا عبد الله إن عبد الرزاق ما كان يقول حدثنا وإنما كان يقول أخبرنا فقال الإمام أحمد حدثنا وأخبرنا واحد إذن أحمد غاير أو عكس بين لفظتي عبد الرزاق وبيّن أنهما واحد بنصه الصريح كما نص على ذلك أحمد في رواية حرب فقد قال حرب إن أحمد قال حدثنا وأخبرنا عندنا واحد إن كان سماعا من الشيخ وأما القراءة فسيأتنا أو فقد مر الخلاف في هذه المسألة وهذا الرواية رجحها جمع من أصحاب الإمام أحمد منهم الخلال وغيره الرواية الثانية أنه لا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا وإنما يأتي بلفظ الشيخ كماه وهذه الرواية نقلها حنبل بن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد عنه فإنه نقل عن عمه أنه قال إذا قال الشيخ حدثنا قلت حدثنا وإذا قال أخبرنا قلت أخبرنا تتبع لفظ الشيخ إنما هو دين أو دين تؤديه عنه لا تقل لأخبار لأخبرنا حدثنا ولا لحدثنا أخبرنا إلا على لفظ الشيخ وهو أحب إليه وهذه صريحة من الإمام أحمد في هذه المسألة قبل أن نخرج من هذه المسألة هذا الخلاف فيها مشهور جدا لفائدة وقد ذكر أبو طاهر السلفي في مقدمة إملائه لكتاب الاستذكار أن الأشهر أن الأشهر عند العلماء والأكثر هو عدم جواز إبدال حدثنا بأخبرنا لأن هناك فرق فتكون حدثنا فيما يسمعه من لفظ الشيخ وأخبرنا تكون فيما يقرأه عليه فلا يصح الإبدال وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند الأكثر نعم خلافا لإبراهيم الحربي وغيره نعم بدأ المصنف بالحديث عن المرتبة الثالثة من مراتب التلقي وهي الإجازة وهذه الإجازة هي التي بقيت يعني في زماننا في أغلب الكتب بل إن بعض أهل العلم ذكر وهو ولي الله الدهلوي أنه لا يصح سماع متصل إلا ربما لأوائل الكتب الستة وأنا أنقل من ذهني الآن الاستثناء وقال لأن أغلب الأسانيد إنما هي أو الكتب منقولة بالإجازات لا بالسماء وهذا أمر قديم جدا فقد ذكر أبو القاسم بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه النصيحة أن الأولى بالعالم وهو من علماء القرن الخامس الهجري أن الأولى بالمحدث ألا يحدث بالسماء وإنما يحدث بالإجازة قال ديانة واحتياطة وهذا هو الأحوط أن الإنسان لا يثبت سماع مطلقا وقد قلت لكم من نحو ألف سنة أو دون ذلك ابن مندة كان له تحرج من الرواية بالسماء إذن الرواية بالإجازة هي التي أغلب الموجود الآن فيها إن لم يكن جميع الموجود الآن إنما هو رواية بالإجازة وهذه هي المرتبة الثالثة ربما من المراتبة التي ذكرها المصنف الإجازة ما معناها لنأخذ معناها العام ثم أذكر أصل استدلالها اللغوي معناها العام هو أن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني فلا بد من اللفظ فيها إما بلفظ اللسان أو بالكتابة ولا يلزم فيها الصيغة السابقة وإنما ما أدى إلى معنها وقد ذكروا أن الإجازة مأخوذة من جاوز الماء فيقال استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاه ماء لأرضه أو لماشيته فإنه حينئذ يكون إجازة ووجه المناسبة بينهما أن من أجاز غيره كأنه قد بذل له شيئا وهذا قاله بعض اللغويين واختلف في أصل اشتقاء يقول المصنف وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة قوله في الجملة يعني في جملة الحالات والصور لأن المصنف سيرد صورا من الإجازات بعضها فيها خلاف وبعضها جائزة وقول المصنف عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم هذا الأكثر قيل إنه إجماع حكاه الباجي أبو الوليد الباجي وليس كذلك فإن بعض من أهل العلم قد منعه إما احتياطا أو نحو ذلك وقد نص على جواز الرواية بالإجازة الإمام أحمد فقد قال علي بن محمد بن عبد الصمد المكي قلت لأحمد ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة يا أبا عبد الله يجيزني أن لا أنظر في النسخة فأقول حدثنا مثل الصك إذا لم ينظر فيه فيشهدون قال لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك وقال عبد الله بن أحمد ما أجاز أحمد لأحد شيئا إلا جزئين لعباس المديني فجعل ينظر فيهما ثم أجازهما له أي أن أحمد كان مشددا في الإجازة وإنما أجاز للعباس المديني ومع إجازته له فإنه نظر في الجزئين فجمع مع الإجازة المناولة وجمع معه النظر فيهما وهو العرض فأقر فيه وهذا من أعلى درجات الإجازة كما سيأتينا إن شاء الله في المناولة نعم وهذا عليه كثير من أهل العلم وقلت لكم أنه حكي فيه الإجمع نعم خلافة لإبراهيم الحربي نعم قال خلافة لإبراهيم الحربي وإبراهيم الحربي من علماء الحنابلة رحمه الله تعالى المتقدمين وقد وافق إبراهيم جماعة من المحدثين فمنعوا من ذلك وشددوا فيه تشديدا يعني يعني تشديدا كبيرا قالوا لأن الاعتماد على الإجازة يجعل الشخص لا يرحى لطلب العلم ولا يسعى للسماع بنفسه وإنما يكتفي بها نعم وغيره أي وغيره من أهل العلم ذكرت لكم أسماءهم وممن شدد فيها الحافظ محمد بن موسى الحازم فإن له كتاب مطبوعا اسمه الإجازة أو سمي بالإجازة قال الحازم المختار في باب الرواية العدول عن الإجازة مهما أمكن والجواز عند الضرورة في باب الرواية وهذا الكلام من الحازم محمد بن موسى يدلنا على أن المنقول عن العلماء في النهي عن الإجازة إنما هون باب الاحتياط والتشديد وأنه لا يصار إليها إلا عند الضرورة قدر المستطاع نعم ويجب العمل به لأنه كالمرسل نعم قال ويجب العمل به أي ويجب العمل بالحديث المجاز به لأنه كالمرسل لأنه يكون حكم حكم مرسل سواء صححت صححت الإجازة أو لم تصحح على قول إبراهيم الحرب ومن واثقه ثم الإجازة معين لمعين نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أصناف الإجازة وأصناف الإجازة أنواع متعددة وبعضهم يصلها أنواع كثيرة لكن نجعلها على سبيل إجمال ستة أنواع وقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن خمسة من هذه الستة النوع الأول هو إجازة معين في معين والنوع الثاني إجازة لمعين في غير معين وهذا لم يتكلم عنه المصنف والأمر الثالث إجازة لغير معين بوصف العموم والرابع الإجازة للمجهول وهذا أيضا لم يتكلم عنه المصنف ويدخل به الإجازة بالمجهول والأمر الخامس الإجازة للمعدوم وتكلم عنها المصنف والسادس الإجازة المعلقة بشرط وهذه الأنواع الست تكلم المصنف عن أغلبها وإنما ترك نوعين يدل عليهم الحال وهو النوع الثاني ربما والرابع وهو الإجازة لمعين في غير معين والإجازة لمجهول سيأتي إن شاء الله الحديث عنها استطرادا في المناسبات نعم قال ثم الإجازة أي ثم إن الإجازة أي ثم هنا المرتبة فهي مرتبة تري القراءة والسماع أو تري السماع ثم القراءة قال معين لمعين هذا النوع الأول من أنواع الإجازة معين لمعين سورة إجازة معين لمعين أن يكون المجاز معينا والمجاز له معين فيقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتب هذا تسمى إجازة معين لمعين أجزت لك أن تروي عني هذه الكتب أجزت لمحمد أو زيد أن يروي عني هذا الكتاب ونهوه فهذه من باب الإجازة المعين لمعين وهذه النوع من الإجازة هو أقوى أنواع الإجازات عند أهل العلم وكل من قال بصحة الإجازة فإنه يصحح هذا النوع من الإجازات وهذا الذي جعل القاضي عياض يقول لا خلافة في هذا النوع من الإجازة وأنه جاز بل بالغ القاضي عياض فقال إن الخلاف عند أهل العلم السابق لذكرناه في الإجازة إنما هو في الأنواع الثاني والثالث وما بعدها وأما النوع الأول فلا خلاف ورد عليه في ذلك وقال إنه ليس بصحيح مما رد عليه ابن السبك في الإبهاج بل قال الصحيح أنه لا خلاف عند من يقول بصحة الإجازة بل إن الخلاف في الإجازة يدخل حتى النوع الأول النوع الثاني من الإجازة لم يذكره المصنف وهو إجازة معين وهو إجازة وهو الإجازة لمعين في غير معين الإجازة لمعين في غير معين مثالها قالوا أن يقول أجزتك في كل ما تصح لروايته أو أجزتك بكل مروياتي فلم يجعل له ثبتاً يجيزه بما فيه وإنما أطلق له بجميع أشياخه وجميع مروياته وقد قال بن مفلح أن الإجازة لمعين في غير معين مثل المرتبة الأولى لكنها دونها في الضعف قليلاً ولكنها في الدرجة الثانية من حيث القوة نعم ويجوز أن يجيز جميع ما يريه لمن أراده قاله أبو بكر وابون منده من أصحابنا وغيرهما نعم هذه هي الصنف الثالث من الإجازة وهو أن يجيز لغير معين بوصف العموم أن يجيز لغير معين بوصف العموم يقول أهل العلم ولها صورتان إما أن يجيز لغير معين بمعين مثل أن يقول أجزت الحاضرين بالكتاب فهذا إجازة إجازة لغير معين بمعين أو أن يجيز غير معين بغير معين كأن يقول أجزت الحاضرين بكل مروياتي فهذه إجازة غير معين بغير معين وأنا جعلتها صورتين لكي ما نزيد التقاسيم فنقول إن المصنف ترك أنواعا كثيرة وإنما لكي ندخلها في هذا الصنف طيب إذن هذه الصورة غير المعين هذه كثيرة جدا 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 ويحبها كثير من المعنين بالإجازات فمن صور غير المعين أن يأتي رجل فيقول أجازت لأهل العصر فمن أجاز لأهل العصر أو أجاز لجميع المسلمين أو أجاز لمن اطلع على كتابه فكل هذا من باب الإجازة لغير المعين فهو لم يعين اسمه أو وصفه الذي يتعين به عن غيره وإنما جعله على سبيل العموم هذه كثيرة جدا حتى جمع بعض المعاصرين كل من نقلت عنه الإجازة على سبيل العموم ثم بعد ذلك يبدأ في السعي لعلو الأساند فعلى سبيل المثال نقل أن باعتبار أن أغلبكم من صغار السن مثلا نقل مثلا أن بعض المكيين من من توفي سنة 1408 أجاز أهل العصر فيأتي شخص لمن كان بالغا سنتكلم هل يصح الإجازة لا يعرف العلم ولا يعرف المجيز ولا يعرف أصلا ما فكرة الإجازة بالكلية وهذا موجود كثير جدا في وقتنا بالذات وقبل وقتنا قبل مئة سنة خاصة الأخيرة الذين يتكلفون في البحث عن أشياخ أغلبهم جاهل ثم يجعل أشياخهم من المعمرين فيجعل شيخهم من المعمرين لأنه أدرك فلان الذي عمر في القرن فلاني وهكذا وهذا كثير جدا وقد ألف بعض المعاصرين جمع كل من أجاز إجازة عامة لكي يحاول أن يركب أسانيد بطريقة معينة على العموم يقول الشيخ ويجوز أن يجيز جميع ما يرويه لمن أراده وهذه الإجازة كما ذكرت لكم لغير معين بوصف العموم قال قاله أبو بكر يعني أبو بكر عبد العزيز وابن منده من أصحابنا فإن ابن منده لما سئل عن هذه المسألة وهي مسألة الإجازة قال أجزت كل من قال لا إله إلا الله قال وغيرهما أي وغيرهما من أهل العلم هذه الإجازة العامة وإن أجازها بعض أهل العلم إلا أنها في الحقيقة لم تكن وجودة إلا عند المتأخرين فقد ذكر محمد بن موسى الحازم الحافظ محمد بن موسى الحازم توفى سنة 584 أن هذه الألفاظ التي صارت متداولة عند جماعة من المتأخرين يعني ربما لم تتداول في ذلك الوقت في عصره أي في القرن السادس قال نحو قول المجيز أجزت لمن أحب الرواية عني أو أجزت لمن أدرك حياتي أو أجزت لأهل الإقليم الفلاني وما شاكل ذلك من الألفاظ التي تنبئ عن العموم قال لم أرى في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يروا بها بأسا ومن أدركت من نحو أبي العلاء الحافظ يقصد العطار وغيره كانوا يميلون إلى الجواز ثم نقل أيضا منهم أبو طاهر السلافي إذن هذه الطريقة في الحقيقة إنما هي يعني طريقة بعض المتأخرين في ما يظهر من كلام الحازمي أنها لم تكن موجودة إلا في القرن السادس ربما أو في آخر الخامس في ظاهر كلامه وبمنده الظاهر المقصود هنا هو ليس محمد بن سحاق الإمام توفى سنة 395 وإنما ربما ابنه أبو القاسم أو حفيده فلم أستبن من المراد بابن مندهنا طبعا ابن الحازمي عاب هذه الطريقة فقد قال الحازمي وعلى الجملة فإن التوسع في هذا الشأن خاصة غير محمود فمهما أمكن العدول منه إلى غير هذا الاصطلاح كان ذلك أجمل ولا شك فليس المقصود المكاثرة وإنما المقصود تشبه بأهل العلم في الإجازات نعم خلافا لآخرين نقلت لكم كلام الحازمي وأن الحازمي كان يرى أن هذا ليس بمناسب والحقيقة يعني أن هذا متجه إلا إذا ضاق الأمر فالأمر فيه إذا ضاق في هذه الحالة ربما يقبل وَلَا تَجُزْلِ مَعْدُومِ إِنْتَبَعًا لِمُوْجِ نعم هذه هذه تسمى الإجازة للمعدوم الإجازة للمعدوم وقبل أن نذكر كلام المصنف رحمه الله تعالى لا بد أن نعلم أن المصنف تقل في الأنواع التي تقدمت ويتكلم عن الإجازة للمجهول وهنا بدأ يتكلم عن الإجازة للمعدوم والإجازة للمعدوم لها صورتان الإجازة للمعلوم على سبيل التبع للموجود والنوع الثاني الإجازة للمعدوم على سبيل الاستقلال وقد أورد المصنف هذين النوعين معا فبدأ بالأول وهو الإجازة للمعدوم على سبيل التبع فقال وَلَا تَجُزُوا وَلَا تَجُزُوا للمعدوم تبع لموجود كفلان ومن يُلد له في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وقاله غيرهم لأنها محادثة وإذن في الرواية نعم يقول الشيخ وَلَا تَجُوزُوا للمعدوم تبعا لموجود هذا الإجازة هذين يسمى الإجازة للمعدوم عطفا على الموجود قال مثالها أن يُجيز لفلان ومن يُولد له ولم يكن المولود له حيا فحينئذ لا تجوز الإجازة له قال في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وقاله غيرهم أيضا ممن قال ذلك أيضا الماوردي وقد ألف الخطيب البغدادي جزءا في هذه المسألة طبع هذا الجزء اسمه الإجازة للمجهول والمعدوم والمعلقة على شرط وهو أوسع من تكلم عن مسألة الإجازة للمعدوم وللمجهول والإجازة المعلقة على شرط وهو الذي نقل كلام الماوردي وغيره من أهل العلم في هذه المسألة قال المصنف لأنها محادثة وإذن في الرواية أي لأن الإجازة محادثة وإذن في الرواية ولا تصح المحادثة ولا الإذن في الرواية إلا لمن كان موجودا وقت الإجازة ولا يلزم أن يكون موجودا في المجلس وإنما يكون موجود في الزمان أو في العصر حي بمعنى أنه حي لماذا قال المصنف لأنها محادثة وإذن في الرواية لأن بعض أهل العلم يقول إن الإجازة ليست محادثة ولا إذن في الرواية وإنما الإجازة إنما هي بمثابة البذل والإعطاء فتكون مثل الوقف فتكون بمثابة الهبات والأوقاف والأوقاف يصح فيها الوقف على المعدوم تبع كأن يقول أوقفت على فنان ومن سيولد له وأجازها أبو بكر بن أبي داود وغيره كما تجوز لطفل اللا سمع له في أصحي قولي العلماء وكما تجوز للغائب نعم قال وأجازها أبو بكر ابن أبي داود هذا ابن صاحب السنن وهو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونص مسألته نقلها الخطيب البغدادي بإسناده أن ابن شاذان قال سمعت أبا بكر ابن أبي داود سئل عن الإجازة فأجاب فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة فهنا أجاب ابن أبي داود بتطبيق جواز الإجازة للمعدوم تبعا للموجود قال وغيره قال وغيره أي وغير ابن أبي داود قال بذلك ومما صححها الخطيب البغدادي في جزئه الذي ذكرت لكم قبل قليل ونقلها أيضا مشافهة عن أبي الطيب الطبري ثم قال المصنف كما تجوز لطفل لا سماع له في أصحي قولي العلماء هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين هل تصح الإجازة للطفل الذي لا يصح السماع له وتقدم معنا ما هو السن الذي يصح فيه السماع أم لا وهذه المسألة تكلمنا عنها مسألة السماع في شروط الراوي فيها قولين لأهل العلم وقد ذكر هذين القولين وفصل من قال بهما الخطيب البغدادي في الكفاية وذكر من قال بك إلى القولين ورجح صاحب الكفاية وكثير من أهل العلم أنها تصح الإجازة للغائب وهذا الذي عليه العمل فكثير من العلماء يرون بإجازات مكتوبة إليهم وليسوا حاضرين مع المجيز عند الإجازة لهم وعمل المسلمين عليه منذ القدم وذلك يقول كما تجوز للغائب نعم كما تجوز للغائب هذا الغائب كذلك الطفل الصغير عفوا أنا دخلت بين المسألتين نعم أورد الخطيب البغدادي الخلافة الكفاية وذكر القولين في هذه المسألة ثم أورد المصنف بعدها مسألة وهي قوله كما تجوز للغائب فالسماع لا بد أن يكون من حاضر وأما الغائب فلا يجوز السماع منه لكن تصح الإجازة له وعليها عمل المسلمين لأن الإجازة هي إباحة وإذن والإذن يصح للغائب ويصح للصغير ولو كان دون خمس سنوات نعم ولا تجوز لمعدوم أصلى نعم هذا النوع أو النوع الثاني نعم من أنواع الإجازة للمعدوم وهو الإجازة للمعدوم على سبيل استقلال فقال ولا تجوز لمعدوم أصلى وهو المعدوم ابتداء ومثل له فقال كأجزت لمن يولد لفلان من غير إجازة لأبيه قال وقاله الشافعية أي وقال الشافعية كذلك إنه لا تصح الإجازة للمعدوم أصلى نقل القاضي عياض أن هذا القول قال به أبو الطيب الطبري والخطيب البغدادي وغيرهم والماوردي وغيرهم نعم قال كالوقف عندنا وعندهم أي أن الوقف لا يصح عندنا وعندهم على المعدوم استقلالا بينما الوقف عندنا يصح على المعدوم تبعا ولا يصح على المعدوم استقلالا نعم وأجازها القاضي وبعض المالكية نعم قال وأجازها القاضي أي القاضي قاضي أبو يعلى رحمه وتعالى ولا يوجد كلام القاضي إلا عند الخطيب البغدادي فقد نقله عنه سماعا فقد قال الخطيب في رسالة في إجازة المجهول والمعدوم قال سمعت أبا يعلى محمد بن حسين بن محمد بن فرى الحنبل يقول تصح الإجازة لمن كان موجودا ولمن يحدث ممن ليس بموجود إذا صح عنده حديث المجيز هذا نص كلام القاضي أبا يعلى وليس في كتبه وإنما نقلها عنه الخطيب سماعا هذه الرواية بصحتها نقلها أو جعلها بمفلح احتمالا في المذهب بناء على أن الموفق ابن قدامه جوز الوقف على المعدوم استقلالا فقال تخريجا على ذلك يتوجه منه احتمال بصحة الإجازة له ويقول أجاز لي فلان نعم قال ويقول أي ويقول المجاز أجاز لي فلان وهذا بإجمع هذه صيغة الأداء لما يرويه بالإجازة وقلت لكم قبل أن أبا القاسم بن منده ذكر في كتابه النصيحة أن الأولى بطالب العلم إذا أراد أن يحدث في عصره أي في عصر بن منده القرن الخامس أن لا يحدث بالسماع وإنما يحدث بجميع مروياته بالإجازة لأنها الأحوط والأولى فلا يقول إلا حدثنا فلان إجازة نعم ويقول حدثنا وأخبرنا إجازة نعم ويقول أي ويقول أن يجوز للمتلقي إذا أراد أن يروي أن يقول حدثنا وأخبرنا إجازة نعم وبدون إجازة لا يجوز عند الأكثر قال وبدون إجازة بأن يقول حدثنا وأخبرنا لا يجوز ذلك عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم هذه الجملة فيها يعني فيها إشكال الإشكال الأول أن ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز أن يقول حدثنا ولا يجوز أن يقول أخبرنا فقوله وبدون إجازة لا يجوز فيعود للكلمتين لحدثنا وأخبرنا هذا هو ظاهر كلام المصنف كما هو واضح من سياقه بينما الذي نقله ابن مفلح في الأصول أن الخلاف عند أهل العلم إنما هو في أخبرنا وأما أنما هو في حدثنا وأما أخبرنا فإنه لم يحكي فيها هذا الخلاف والخلاف فيها على قولين الأول أنه لا يجوز ذلك إلا مقرونة برفض الإجازة ذكر أبو طاهر السلفي في مقدمة إملائه على استذكار أن هذه طريقة أهل المشرق فلابد أن يظهر السماعة والإجازة وذكر بن رجب رحمه وتعالى أن هذه هي الأشهر عند طريقة المتأخرين من المحدثين فينكرون التحديث بدون لفظ الإجازة وقد أنكر أبو بكر يعني به ابن ثابت يعني به القطيب البغدادي على أبي نعي من الأصبهان ذلك أنه كان يحدث من غير تصريح بلفظ الإجازة القول الثاني أنه يجوز أن يحدث من غير لفظ الإجازة وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الحكم بالنافع نقلها عنه ابن مندى في كتابه الإجازة ونقل ابن رجب رحمه الله تعالى ذلك عن بعض أصحاب الإمام أحمد وهو أبو نجيح الأصبهاني المتوفى السنة خمسمائة وثمانية وأربع من هجرة وهو أحد حفاظ الحديث فإنه قال في بعض إجازته لطلبته فليرو عني بلفظ التحديث وإن أرادوا بلفظ الإجازة مع أنه إنما أجازهم وقد استدل ابن مندى على صحة ذلك بأنها طريقة أهل العلم فقد ذكر أن أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كان يحدث في كتابه كثيرا عنها الناد بلفظ أخبارنا قال ولم يشكوا أن رواية النسائي عنها الناد أنها إجازة فهذا يدل على جواز ذلك وقد ذكر أبو طاهر السلافي أن هذه طريقة أغلب المغاربة والأندلس فإنهم يجيزون ذلك وقال أنا سأسير على طريقتهم في كتاب هذا وربما في سائر كتبي على هذه الطريقة نعم وحكي عن القاضي جواز أجست لمن يشوف له نعم هذه المسألة أوردها المصنف لنقول إنها يعني الأولى أن لا يكون هذا محلها وإن الأولى أن تقدم قبل الإجازة أو للمعدوم لأنها متعلقة بالإجازة للمجهول والإجازة المعلقة بشرط فالأولى أن تقدم على صيغة أو على بيان صفة التحديث بالإجازة أي الأولى أن تقدم على المسألة قبلها طيب يقول الشيخ وحكي عن القاضي أي القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى جواز أي جواز أن يقول أجزت لمن يشاء فلان هذا النقل عن القاضي نقل أو عنه الخطيب البغدادي في رسالته في إجازة المجهول والمعدوم وذكر أن القاضي أبا يعلى استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه في غزوة مؤته وأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تأمير جعفر بمصاب زيد رضي الله عنهما وعلق تأمير عبد الله بالرواحة بمصاب جعفر وقد رد عليه أو قد نقل عن بعض علماء الحنفية رد هذا الاستدلال ولكن على العموم نقل عنه ذلك هذه المسألة وهو إذا قال أجزت لمن يشاء فلان هذه الصيغة تحت من أمري أو تحوي أمرين الأمر الأول الجهالة للمجاز فإنه لا يعرف من هو المجاز فهو مجهول لمن يشاء فلان من هو الذي يشاءه لا يعرف وهذا تسمى الإجازة للمجهول الأمر الثاني أن هذه الإجازة معلقة على مشيئة شخص معين فإذا شاء لفلان فإنه يصح حينئذ الإجازة له بها وهذه الإجازة نقل المصنف رحمه الله تعالى عن القاضي أنه أجازها ونقلت إجازتها عن بعض العلماء فيما نقله الخطيب وغيره هو عن ابن عمروس المالكي ونقلت أيضا عن أبي عبد الله الدامغاني الحنفي ثم ذكر المصنف أنه خالف فيها القاضي أبو الطيب أي الطبري وغيره أي وغيره من أهل العلم يعني بذلك أبو الحسن الماوردي وممن رجح المنع المرداوي في التحبير فإنه لم يصحح الإجازة بهذه الطريقة ولعله تبع في ذلك البرماوي في شرح الألفية هذه الطريقة من الإجازة مثالها موجود عند بعض المشايخ ممن مر علي أحد المشايخ توفعي رحمة الله أعطاني نحو من عشين يعني إجازة مطبوعة ممهورة بتوقيعه وقال ضع اسم منشيت هذه هي مسألتنا بعينها فيعطي الشيخ تلميذا أو شخصا نسخا من الإجازات ويقول أجز منشيت فهذه فيها أمران تعليق وفيها جهالة وكثير من أهل العلم لا يصححوا الإجازة بهذه الطريقة وهذا معروف عن أحد المشايخ توفعي رحمة الله يكثر من هذه الطريقة لأنه يريد اكثار الناس عنه بالرواية وأنتم تعلمون أن الشخص إذا اكثر عنه بالرواية ربما يفتخر بذلك نعم والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها كالإجازة نعم هذه المرتبة التالية للإجازة ربما تكون الرابعة وهي المناولة ومثلها أيضا المكاتبة والمناولة سورتها أن يأتي الشيخ للتلميذ فيقول خذ هذا الكتاب فاروه عني ولا تكون المناولة مناولة إلا بكتاب ولفظ معه فلو أعطاه كتابا من غير إذن باللفظ فلا تسمى مناولة وإنما تكون ملحقة بالوجادة أو بغيرها والمكاتبة كذلك إذا كتب له وكان بعيدا عنه ولكن قرنها بالإذن أي قرن الكتابة له بالإذن أن يرويها عنه يقول الشيخ رحمه الله تعالى تجوز الرواية بها كالإجازة أي حكمها كحكم الإجازة من حيث جواز الرواية بها ومن حيث ما يتعلق بصيغة الأداء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها التي سبق ذكرها مجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعي أو اغنوايتي لا تجوز له اغنوايتها عنه عند الأكثر نعم هذا اللي يسمى الإعلام فإذا قال الشيخ للطالب هذا سماعي بهذا الكتاب أو لهذا الحديث أو روايتي له ولم يجوزه باللفظ أو بالكتابة يقول الشيخ لا تجوز له روايته عنه لأنه لم يأذن له بذلك عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم ولم يخالف ذلك إلا بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنفية كما قال بمثلح وبعض الظاهرية عفوا ليس بعض الحنفية وإن بعض الظاهرية وإلا فإن أغلب أهل العلم وأكثرهم كما ذكر المصنف على أنه لا تجز له الرواية بل لا بد من الإذن بالرواية بأن يقول أجزت لك أوره عني ونحو ذلك ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة نعم يقول ولو وجد شيئا بخط شيخه لم تجز روايته عنه لأنه لم يسمعه منه فلا يصح أن يقول أخبرنا أو حدثنا أو سمعته لأن هذه الصيغ جميعا هي صيغ تدل على التلقي المباشرة وهو لم يتلق منه هذا الكتاب أو الحديث وإن وجده بخط شيخه قال لكن يقول وجدت بخط فلان أو يقول قال فلان وجادة وتسمى الوجادة فحينئذ تسمى وجادة والوجادة موجودة كثير عند أهل العلم ويؤخذ منها الأحكام بل إن أغلب الكتب التي بين أيدينا في الحديث والفقه إلا بنقول كلها هي في الحقيقة من هذا الباب من باب الوجادة فتوجد المخطوطة بخط فلان وعليها سماعات أهل العلم التي تثبت أن فلانا هو الذي يعني روا هذا الكتاب أو الجزء فإنما هي وجادة ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر نعم قال ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك الضمير يعود إلى الوجادة فإنه يصح فإنه يجب العمل به والعمل يشمل مسائل الاعتقاد ويشمل أيضا مسائل الخبر الفروعية ومن أشهر الكتب عند الحنابلة وجادة وهو كتاب الردع الجهمية لإمام أحمد فقد ذكر أن هذا الكتاب موجود وجادة والوجادة مما يصح نقله وإن لم يكن متصل السماء حينئذ يعني هو من باب الوجادات وهذا بإجمع أهل العلم المتأخرين على أنه يجب العمل بالوجادات فكتب الفق كلها وجادات بل وكتب الحديث كذلك قال ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية أي لا يتوقف العمل على الرواية عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم وقد نقل بعض المالكية أن أكثر المالكية وغيرهم يرى خلاف ذلك وهذا غير صحيح بل الأكثر من أهل العلم إلا يقال إن هذا إجماع بين أهل العلم على أنه يجب العمل بالوجادات مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمقتضية ألفاظ الفارق بينها نعم هذه المسألة وهي قضية الرواية الحديث بالمعنى ناسب ذكرها بعد ما سبق لما ذكر المصنف أنه يجوز تغيير صيغ الأداء والتلقي بالمعنى فكذلك يجوز الرواية بالمعنى فقال المصنف الأكثر أي أكثر أهل العلم على ذلك وقد نص على الأكثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد نقل عنه حرب والميموني والفضل بن زياد وأبو الحارث ومهنة كلهم نقلوا عن الإمام أحمد جواز الرواية بالمعنى وأن أحمد قال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى فهذا يدلنا على أن الرواية بالمعنى جائزة قال والأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى أي بلفظه بالمعنى أي المقارب له للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها قول المصنف رحمه الله تعالى للعارف هذا يدلنا على أن من شرط الذي يروي بالمعنى أن يكون عارفا لذلك أي عارفا بالألفاظ بمقتضيات الألفاظ أي بدلائلها الفارق بينها أي المفرق بين ألفاظ اللغوية فيعرف الفروقات بين الألفاظ فلا بد أن يكون له علم بالعربية ودلائل كل واحدة من هذه الألفاظ عندنا هنا مسائل تعلق بهذه الجملة قبل أن ننتقل المسألة بعدها أول مسألة أن المصنف رحمه الله تعالى عبر هنا بأن أكثر أهل العلم قالوا أنه يجوز الرواية بالمعنى وقد أطال على هذه المسألة بالرجب في شرح العلل وذكر أن للترمي كلاما يوهم إجماع أهل العلم على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان بصيرا بالمعاني عارفا بها ثم ذكر إبن رجب رحمه الله تعالى أن هذا ليس بإجماع وإنما هو قول الأكثر ونقل عن بعض المتقدمين أنه لا يجوز الرواية بالمعنى هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن الرواية بالمعنى من شرطها أن تكون من عارف بالعربية وذلك أن بعضا من المحدثين نقل أحاديث بالمعنى ظنا منه أنه لم يغير معناها وهو في الحقيقة قد غيره ومن الأمثلة التي أوردها أهل العلم في ذلك أن بعضهم نقل حديث عائشة رضي الله عنها في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض انفذي رأسك وامتشطي ولم يذكر أن ذلك في الحج فألغى الحج فأوهم كلام ذلك الراوي أن هذا الحديث متعلق بغسل الحيض مطلقا ولذلك أورده في باب غسل الحيض وقد أنكر أهل العلم هذا المعنى وقالوا إن هذا الحدث لكونه في غسل الحج بعد طهرها من حيضها حذف هذه الجملة كونه في الحج يخل بالمعنى كما نقل ذلك بالرجب والمذهب معروف أن مسألة نفض الرأس نفض الشعر الحائض والجنوب وما الفرق بينهما طيب من الأحاديث أيضا التي نقلت بالمعنى فتغير أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ أي الإمام فأنصته فبعضهم نقل هذا الحديث بالمعنى فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصته فحمل الحديث على سكوته عند انتهائه من القراءة ولم يحمله على ابتداء القراءة وهذا مخالف لظاهر القرآن ومخالف للحديث وإنما هو في عموم الأحاديث أيضا من الأحاديثة أوردها أهل العلم وهذه أحاديث كلها أوردها ابن رجب في التدليل على أن بعضا قد ينقل الحديث وهو ليس عالم بالعربية أو بفقه الحديث فقال إن بعضهم كان نقل الحديث بسعيد أنه قال كنا نؤديه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة زكاة الفطر فغير كلمة نؤديه إلى نورثه فغيره تغييرا كبيرا جدا وهو أقرب إلى التصحيف منه إلى الرواية بالمعنى ثم أراد أن يفسر كلمة نورثه فقال نورثه أي الجد فكنا نورثه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا من أقبح التصرف السيء في الحديث فإنه صحفه ثم زاد في تصحيفه أن غير معنى بعد ذلك ظن منه أنه قد فهم المعنى وهو قد فهمه فهما خاطئا ثم ذكر أمثلة كثيرة جدا متعلقة بهذا المثال نعم خلافة ابن سيرين وعن أحمد مثله نعم قال خلافة ابن سيرين أي أن ابن سيرين خالف في هذه المسألة فقد نقل عنه ذلك ابن سيرين وجماعة من السلف نقل عنهم أنه يجب نقل لفظ الحديث كما هو من غير تغيير له عن صورته وقد نظر ابن مفلح رحمه الله تعالى ما نقل عن ابن سيرين فقد ذكر ابن مفلح أن هذا فيه نظر فإن المنقول عن السلف رحمه الله تعالى إنما هو مراعاة اللفظ فالعلى ما نقل عنهم إنما هو من باب الاستحباب أو أنه بالنظر لمن لم يكن عارفا للألفاظ العربية أو بثقه الحديث ثم رجح ابن رجب ظاهر كلام الترمذي أنه إجماع فلم ينقل عن ابن سيرين شيء في ذلك ثم قال مصنف وعن أحمد مثله الحقيقة أن هذه المسألة تكلم عنها القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وكلهم نقلوا الخلاف عن ابن سيرين ولم ينقلوا عن أحمد شيء وإنما الذي نقل عن أحمد أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى هو شيخ القاضي أبو يعلى فقد أطلق روايتين عن أحمد في جواز رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى ومعلوم أن طريقة أبي عبد الله بن حامد هو التوسع في إثبات الروايات صرح بذلك في كتابه تهذيب الأجوبة ويعني ما نقله هو قد يكون مثل ظاهر كلام من مفلح متتبع فإن ابن المفلح يعني كأنه يقول إنه إجماع وأنه لا يثبت عن أهل العلم شيء في ذلك وما نقل مما يحتمل ذلك محمول على الاستحباب لا على النهي هذا إن أطلق نعم قال هذا الخلاف إن أطلق أي إن أطلق الحديث في الرواية عن نبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصيغة التي ستأتي وإن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر به أو نهافك القرآن نعم قال وإن بين أن الله أمر بكذا أو أن الله عز وجل نها عن كذا فيجب الإتيان بلفظه من غير تغيير لأن تغيير اللفظ في هذه الحال تغيير للفظ الله عز وجل الذي أوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه مبنية على أصل من أصول فقهائنا ومن أصول الاعتقاد وهو أن الحديث القدسي المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى الله عز وجل أن لفظه ومعناه من الله عز وجل وأما الحديث النبوي الذي لم يكن من سوبا لله عز وجل فإن معناه من الله عز وجل في الجملة وأقول في الجملة لأن هناك استثناءات من لفظه عيصاته السلام ومعنى ولفظه منه صلى الله عليه وسلم فقد أوتي جوامع الكلم المقصود من هذا أن مما يلحق بالحديث القدسي إذا كان النبوي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا فيجب الإتيان بلفظه كما هو وأن لا يغير المعنى فإنه يكون حينئذ اجتهادا وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن وقال ابن أبي موسى هو أبو علي صاحب الإرشاد وحفيد القاضي وهو الذي سمى بأبي يعلى الصغير محمد بن أبي خازم ابن محمد بن أبي يعلى هو حفيد حفيده حفيد بنه في الحقيقة قال وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قال فحكمه كالقرآن أي الحديث القدسي هو الذي يكون خبرا عن الله عز وجل ولو لم يكن فيه لفظ الأمري فيجب الاتيان به بلفظه قدر المستطاع ولبن القيم رحمه الله تعالى جزء صغير في التفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي ومن أوجه الفروقات التي قالها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الجزء ذكر أن من الفروقات بينها أنه يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى وأما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى وهذا الجزء مطبوع ولا أدري صحة نسبته لابن القيم لأن هذا الجزء بنصه موجود أو أغلب مع تغيير وزيادات موجود في مقدمة ابن حجر الهيتمي لشرح الأربعين المسمى بالفتح المبين في شرح الأربعين طبع قديما يعني من الطبعات القديمة في أول القرن الماضي ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخص نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى ومنع أبو الخطاب يعني بأبي الخطاب الكالوذاني تلميذ القاضي أبي على رحمه الله تعالى إبداله أي إبدال لفظ الحديث بما هو أظهر منه معنى أو أخص طيب إبدال لفظ الحديث له ثلاثة أحوال إما أن يبدل الحديث بمترادف وإما أن يبدل بمعنى هو أظهر وأوضح منه في الدلالة على المعنى وإما أن يبدل بمعنى هو أخص وأخفى منه معنى إذن فقول المصنف أخص أي أخفى أخفى وليس بمعنى خصوص العموم وقد صرح بذلك صاحب التمهيد أبو الخطاب فقال إن أبدله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى إذن فكلمة أخص هنا بمعنى أخفى كما هو في أصله وهو التمهيد يعني في أصل هذا النقل طيب نبدأ بالحالات الثلاث إذا أبدله بمرادف فنقول إنه يجوز رواية الحديث بمرادف إلا عند اثنين من منع رواية الحديث بالمعنى ومن منع وجود المترادف في اللغة وقد تقدم معنا في أول درسنا من قال من فقهاء الحنابكة غلام الخلال إنه لا يوجد مترادف في اللغة الحالة الثانية أن يبدل لفظ الحديث بما هو أظهر وأوضح منه فقد منع أبو الخطاب الكلوذان منه وظاهر ما مشى عليه الطوفي تأيده في ذلك فإنه نقل قوله ولم يرد عليه قالوا والمعنى يعني لماذا منع من الرواية بالأظهر قالوا لأن الله عز وجل ربما قصد من إراد الحديث تعبدهم بالمعنى الخفي لأجل تحصيلهم الأجر في البحث عن هذا دلالة هذا المعنى الخفي مثل غريب من الألفاظ الغريبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون للشخص أجر في البحث عن دلالة هذا اللفظ طبعا عارض هذا ابن عقيل وقال الصحيح أنه يجوز إبدال اللفظ بما هو أوضح منه لأن المقصود المعنى الأمر الثاني مما هو أخص وهنا أخص بمعنى أخفى هذا أولى كما قال الطوفي من فإذا منعنا ما هو أوضح من باب أول ما هو أخفى ولا شك أن إبداله بما هو أخفى تصعيب للمعنى فيكون ممنوعا نعم ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ قال النبي عليه السلام بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه إمامنا نعم هذه المسألة هي المسألة الأخيرة معنا في درس اليوم وهو هل يجوز للراوي أن يبدل ما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المراد وهو إبدال النبوة بالرسالة المثل الذي معنا فيه أمرا فيه إبدال النبوة بالرسالة وفيه إبدال عليه السلام بصلى الله عليه وسلم ومراد المصنف الأول دون الثاني والثاني لها حديث آخر مسألة إبدال النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول ذكر المصنف أنه يجوز وقد نص عليه الإمام أحمد مراده بنص الإمام أحمد أن صالحا نقل في كتاب سيرة الإمام أحمد المطبوع أنه قال قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرجو أن لا يكون به بس وقد نص على ذلك من أصحاب الإمام أحمد أكثر أصحابه كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والشيخ تقي الدين في المسودة والمرداوي وغيرهم يشكل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث البراء في صحيح البخاري حينما علمه دعاء النوم وفيه آمنت بنبيك الذي أرسلت فقال البراء لما أراد أن يقرأ الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم آمنت برسولك الذي أرسلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك وإنما قل آمنت بنبيك الذي أرسلت أخذ منه بعض أهل العلم كابن الصلاح وغيره نعم غير ابن الصلاح نقل ابن الصلاح عن بعض أهل العلم أنه لا يجوز ذلك لظاهر هذا الحديث ولكن هذا الحديث أجيب عنه بأجوبة من هذه الأجوبة أن كلمة الرسول ليست مرادفة لكلمة النبي في السياق وأما في التحديث قال ابن الله سلم وقال الرسول فإنها مترادفة لأن الرسول إذا قلت آمنت برسولك الذي أرسلت قد يصدق على الأنبياء المرسلين فإن جبريل عليه السلام أرسل بوحي من الله عز وجل فقد يكون الرسول ملكا فهناك فرق بين قولك آمنت برسولك وبين قولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أنه أجيب أن قوله آمنت برسولك يتضمن النبوة بطريق الالتزام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بذكر النبوة لكي يكون أصرح الثالث أن هذا الإتيام بلفظ آمنت بنبيك الذي أرسلت فيه زيادة لأن فيه جمعا بين النبوة وبين الرسالة بينما إذا قال آمنت برسولك الذي أرسلت فهو ذكر لأحد الوصفين هذه الأوجهة الثلاثة ذكرها الشيخ تقي الدين ذكر غيره وهو ابن مفلح أوجها أخرى فقال يحتمل أن يكون هذا خاص بالأدعية لأن الدعاء إذا قيد بزمان أو مكان ومنه هذا الموضع فإنه يجب فيه التوقف وذكر أيضا احتمالا آخر وهو الاحتمال الخامس أن هذا يكون على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وذكر أيضا أوجها أخرى بعد ذلك نكون بذلك بحمد الله أنهينا درس اليوم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميع هذا أخونا يقول امرأة نذرت وهي صغيرة أن تصوم في رمضان بنية شفاء ولدها من المرض وهي لا تذكر هل نوت كل عام أو مرة واحدة نقول مدام هناك شك وتردد فالأصل اليقين والأصل هو عدم التكرار فحينئذ مدامت شاكة هل نوت التكرار أم لا فيكفيها حينئذ أن تصوم شهرا واحدا ويكفي ذلك ولا يلزم أن يكون الصوم في شهر رمضان وإنما تنتقي أي شهر في السنة غير رمضان عفوا لا يلزم أن يكون شهر رجب وإنما تختار أي شهر في السنة لأن إفراد شهر رجب بالصيام مكروه وقد ألا فيه جماعة منهم الحافظ بالرجب وغيره هذا أخونا يقول بعض البنوك تعطي مكافأة على الحساب الجاري بدون اشتراط من المودع ولكن باب التشجيع على الإيداع فهل هذا جائز أم لا نقول له ثلاث حالات الحال الأولى إذا كان بشرط فهذا واضح أنه لا يجوز لأنها فائدة الحالة الثانية أن لا يكون هناك شرط لكن هناك عادة وعلم مثاله بعض البنوك تعلن إعلان أنني أوزع جواز ليس شرطا مكتوبا في العقد ولكن معروف أن البنكر فلاني يعطي جواز هذه نص عليها علماؤنا فقالوا إن من أقرض شخصا لعلمه أنه يفي بأكثر منه لم يجز له أخذ الزائد فحينئذ يكون من باب المعروف عرفا كالمشروط شرطا الحالة الثالثة فيما إذا لم يكو عالما ولم يكو مشروطا وإنما جاءت مرة من مرات فأعطوه شيئا هذه متعلقة بمسأل فقهية المشهورة عندنا وقد ذكر فقهاؤنا وهو من أقرض غيره فهل يجوز للمقتاريض أن يرد أكثر مما اقترض منه باسم هدية أو باسم الوفاء أم لا فمشهور المذهب أنه لا يجوز ذلك مطلقا وأما الذي جاء في الحديث فإنما هو في الصفة لا في العدد منظر الفرق بينهم هذا عند المذهب الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز ذلك بظاهر الحديث والمسألة فيها خلاف على قولين فأوردت لك القولين في هذه المسألة هذا أخونا يقول رجل حلف يمينا وحنث في يمينه ما هو المقدار الواجب عليه إخراجه من الطعام وهل يصح لمسكين واحد وما هو الأفضل نيئا أم مطبوخا نبدأ بها واحدة واحدة الحمث اليمين كفرتها ذكرها الله في كتابه فقال لا يؤخذكم الله بلغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذن عليك طعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين والرقبة غير موجودة للآن طعام عشرة مساكين كم مقدارها؟ قالوا أن يطعم كل مسكين نصف صاع مما يصح إخراج زكاة الفطر منه والمعتمد عند فقهائنا أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من خمسة أنواع ومع ذلك يقولون إلا أن تكون غير قوت مثل الأقط الذي يسمى بقلة فإنه ليس قوتا فحينئذ لا يصح إخراجه في كفارة الأيمان فيجب أن يخرج نصف صاع طيب عندنا مسألتان قالوا إلا البر فيجوز أن يخرج مدا واحدا وهو ربع الصاع لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك قضى به معاوي وأقره الصحابة عليه إذن فالمقدار أن يخرج مدا من بر أو نصف صاع من غيره من الأصناف الأخرى وهل يجوز أن يخرج الأرز فيه روايتان هل يجوز أن يخرج رز فيه روايتان الأحوط أن تخرج بر أو تخرج تمر لكن لو أخرجت الرز الفتوى على جوازه وهو اختيار الشيخ تقييدين بناء على أنها قوت وأصلح للنس ومثله إخراج الذرة أو الدخن هل يجوز أم لا مع أنهما ليست من الخمسة المنصوصة في الحديث إذن عرفنا هذا المقدار كم مقدار الصاع والنصف تقريبا لأن هذه الزكاة على سبيل الاحتياط عفوا كم مقدار نصف الصاع وليس الصاع والنصف كم مقدار نصف الصاع النصف الصاع قدره كيلو ونصف تقريبا بل هو أقل ولكن نقول باب الاحتياط تخرج كيلو ونصف إما من البر أو من الرز لأ البر نصفه فيكون كيلو إلا ربع طيب هل يصح المسكين واحد؟ لا لا يجوز إلا في حالة واحدة إذا بحث ولم يجد إلا مسكينا واحدا جاز له أن يعطيه وإلا في الأصل لا بد من العدد ولو أعطى أهل بيت وعندهم صغير كطفل صغير حديث الولادة ولو لم يأكل الطعام فإنه يجوز أن يعطيه كفارة شخص قال هل الأفضل أن يخرجه نيئا أم مطبوخة؟ نقول جوز الأثنين ولكن الأفضل أن يخرجه نيئا مراعاة لخلاف الشافعي فإن الشافعي يرى أنه لا بد أن يكون نيئا يعني يعطيهم حب يشتري حب وهو الأحوط باب الاحتياط يقول قلنا إن شرط جواز النقل بالمعنى العلم بالعربية ما ضابطه؟ لأن كثيرا من الناس الآن يروي بالمعنى فهل فيه تفصيل؟ نعم هذه المسألة السيتها لضيق الوقت الرواية بالمعنى العلماء يقولون لها مرحلتان مرحلة قبل تصنيف الكتب ومرحلة بعد تصنيف الكتب بعض أهل العلم يقول إن الخلاف الذي ذكره العلماء إنما هو في مرحلة ما قبل التصنيف وأما بعد تصنيف الكتب فلابد من ذكر الحديث بلفظه ما دمت قد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن تذكره بلفظه ذكر ذلك النووي ولكن مشى أغلب أهل العلم على أنه لا فرق ما قبل التصنيف وما بعده ذكر ذلك المرداوي غيره طيب الرواية بالمعنى أحيانا قد تكون في سياق معين فيذكر من الحديث ما يدل على هذا السياق وهذا موجود كثير في كتب الفقهة بل لا يكاد كتاب من كتب الفقهة إلا ويروي بالمعنى حتى أصبح غالبا على طريقتهم الغالب على طريقة الفقهة النقل بالمعنى للقل باللفظ وقليل من المحققين من الفقهة من ينقل ذلك أي باللفظ ومن المحققين ابن مفلح رحمه الله تعالى فإن ابن مفلح ذكر في كتاب مقدمة كتابه الفروع أنه سينقل لفظ أحمد بروايته عفوا أنه ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم برواية أحمد من المسند ذكرها في المقدمة وهذا من علمه بالحديث وعنايته به وهي جيدة فلا ينقل بالكتب يعني كما ينقل من غيره وهو الأكثر من كتب الفقهة أخونا يقول نذرة امرأة أن تذبح فاطرا إن ولدت إحدى بناتها وأرادت المجيء إليها إلا أن تأتي بخادمة فجاءت إحداهن ولم تأتي معها بخادمة فماذا عليها إذا كان قد قصدت هذه المرأة أنها تذبح هذه الفاطر إذا اجتمع الشرطان معا وهو حضور بنتها بخادمتها فحينئذ لم يجب عليها النذر وأما إن كانت قد علقته بأحد الشرطين فحينئذ يجب عليها ذلك وهذا مبني على الصيغة النذر فحينئذ تسأل هذه المرأة ما هي صيغة نذرها وإذا سمعت الشخص يسأل عن النذر فقال ما هي صيغة النذر فهذا يدلك على أن الرجل يحسن الجواب فلابد أن إذا سئلت عن مسألة نذر تقول ما هي صيغة النذر فتنظر أولا لهل حلف أو لم يحلف هل هو معلق أو ليس بمعلق الأمر الثاني ما الذي علق عليه هل وجد أم لم يوجد وذلك هذا الحكم يحتاج إلى سؤال المرأة ما هي صيغة نذرها يقول مسألة الصلاة أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر هل أواضب عليها يعني هو جاء فيها حديث أو حديثان وكثم الأهل العلم صحيح الأربع قبل الظهر قبل العصر ومنهم الترمذي وبعضهم تكلم فيها المسألة فيها يعني الحديث فيها ثابت وهم فضائل الأعمال المواضب معنى عدم الترك لو تركها أحيانا فهو حسن وقد قرر بعض أهل العلم قاعدة مشهورة جدا وخاصة عند علماء الحنابرة أن من السنة ترك السنة أحيانا ففقهاؤنا يجعلون هذا السنة ونقلوا عن بعض السلف أن تركها أحيانا السنة إلا الرواتب فالسنة المحافظة عليها أخونا يقول ذكر من الحام في مسألة مستند الصحابي الراوي ثم ذكر مسألة الأولى إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على سماعه ثم ذكر مسائل أخرى كقولهم أمرنا ونهينا ونحوها وذكر خلاف كونها حجة أم لا فهل هناك فرق بين التعبيرين حمل على السماع وحجة نعم هناك فرق السماع بمعنى أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذا معنى السماع وأما قوله حجة أي أن هذه الصيغة حجة في الدلالة على المعنى لاحتمال أن يكون الصحابي قد نقلها بالمعنى هذا هو المراد بقوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فهناك فرق بين الحجية والحمل على السماع طيب يقول هل يمكن القول بأن العقل يحسن ويقبح بما وضع فيه من الفطرة ابتداء ثم إن الشارع ناسخ لبعضها مثل ضرب الولد لولده الصلاة بعد العشر فهو راجع ابتداء وانتهاء فهو راجع ابتداء وانتهاء للشراء يعني هي مسألة التحسين والتقبيح مر معنا أن الحنابلة لهم قولان في المسألة وأن الذي حققه شيخ تقي الدين في هذه المسألة وذكر جمع من محقق الحنابلة أن هذا الذي عليه نص أحمد ونقلت لكم كلام جماعة منهم وأول من نقل عنه النفي هو أبو محمد التميمي في رسالة في الأصول أن العقل يحسن ويقبح وهذه نبني عليها أصل سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل وهي مسألة الاستصلاح مسألة الاستصلاح مبنية على أن العقل يحسن ويقبح ولكن لا يحرم ولا يبيح هناك فرق بين التحسين والتقبيح والتحريم والإباحة التحريم والإباحة العقل لا يبيح ولا يحرم وإنما يحسن ويقبح التحريم والإباحة لنص الشارع وهذه طريقة أكثر العلماء رحمه وتعالى من فقهاء الحنابل أنهم على هذه الطريقة يفرقون بين التحسين والتقبيح وبين التحريم والإباحة ولا تلازم بينهما وحينئذ يرتفع الإشكال الذي أورده أخونا الفاضل هذا أخونا يقول ما الفرق بين المناولة والإجازة المناولة هي إجازة وزيادة وذلك قالوا إن المناولة أعلى لأن المناولة أن يعطيه كتابا فيقول اروه عني ففيها أمرا الأمر الأول أنها إجازة حيث قال اروه عني فهو صيغة إجازة أو يقول أجزتك به الأمر الثاني أن فيها الزيادة ما هي الزيادة؟ أنها لمعين مع أن الإجازة قد تكون عفوا أنها بمعين مع أن الإجازة قد تكون بمعين وقد تكون بغير معين كما مر معنا كما أنها آكد أن هذا المعين محدد بعينه لم يسمه بوصف وإنما بعينه فقال اروي عني هذا الكتاب وهذه أقوى ولذلك المناولة أقوى وقد نص الإمام أحمد على المناولة وأنها أقوى وأجاز في المناولة أن يقول أخبرنا وحدثنا وهو قد روى عن بعض أشياخه الذين رووا بالمناولة أما الإجازة فقد ضيق فيها الإمام أحمد كثيرا هذا أخونا يقول ذكر الإمام من تيمية مسألة عرض الأديان على العبد عند الموت يعني هذه المسألة تكلم عنها الشيخ تقييدين لكني لا أذكر يعني تفصيل كلامه لعلي أراجع كلام الشيخ ثم أرجع إليها هذا أخونا يقول ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة حيث أن غالب الجامعات في الدول العربية هي كذلك وهل يفرق في دخول هذه الجامعات بين الدكور والإناث وإذا كان الجواب بالمنع فما يجب على الدارس الآن وما حكم طاعة الوالدين في ذلك إذا أصروا على الدخول انظر معي المحرمات نوعا هذه قاعدة عند أهل العلم محرم تحريم مقاصد ومحرم تحريم وسائل الاختلاط محرم لا شك في ذلك وإنما تحريمه تحريم وسائل والقاعدة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم وسائل يجوز إذا أمن ما يفضي إليه ووجد الحاجة والحاجة دون الضرورة ولذا يوجد اختلاط في أسواق لأنه أمن ما يفضي إليه والحاجة موجودة الناس محتاجون من الصعب أن يفصل الناس كذلك في الحرم وفي المساجد قد يوجد ذلك الشيء إذن فهو محرم تحريم وسائل وليس محرما تحريم مقاصد وهذا التفريق بين الوسائل والمقاصد من أهم الأمور لطالب العلم خاصة المفتي وهذا نبه عليها بعض أهل العلم كثيرا يجب أن تفرق بين المحرم تحريم مقاصد والمحرم تحريم وسائل وأثرت تفريق بينهما تصل لعشر مسائل منها ما ذكرت لك قبل قريب إذا نرجع لهذه المسألة من أراد أن يدرس في مدرسة جامعة مختلطة هل يجوز له ذلك أم لا نقول هذا محرم ولا نجيزه مطلقا لكن هو محرم لكن قد يجوز إذا وجدت بعض الشروط منها وجود الحاجة فإن وجدت الحاجة لم يوجد له مدرسة أخرى أو في تخصصه الذي هو فيه لا يوجد فيه بديل لا أقل ضرورة الضرورة تبيح كل محرم ولو كان محرما لذاته وهو تحريم المقاصد ولكن لهذا التخصص فنقول حينئذ الشرط الأول قد تحقق الأمر الثاني إذا أمن ما يفضي إليه بأن كان الطالب أو الطالبة للعلم ممن قد احتاط في دينه في ستره وفي عفافه وفي البعد عن هذه الأمور والتحرز بصحبة الصالحين ومجالستهم وكثرة ذكر الله عز وجل فإنه إذا وجد هذان الشرطان حينئذ يجوز مثل السفر إلى بلاد الكفر الأصل فيها المنع ليس الجواز إلا إذا وجد شرط كالحاجة والأمن ما يفضي إليه من عدم مخالفة الدين وتركه فحينئذ يجوز الحكم فيه ما سواء بعض الإخوان لا يفرق بين ما حرم تحريم وسائل وما قصد فتجده يجيز المحرم تحريم وسائل مطلقا في كثير من الأشياء وهذا غير صحيح مثل النظر النظر محرم تحريم وسائل لا ما قصد وإذاك يجوز النظر إلى المخطوبة يجوز النظر القاضي يجوز النظر الطبيب يجوز نظر الحاجة الشاهد وهكذا وغيره من الصور إذا أمن ما يفضي إليه الكبير من السن والقواعد من النساء يجوز لها أن تضع حجابها فيجوز نظره إلى وجهها وهكذا لكن هناك أمور محرمة تحريم مقاصد إن هناك طرف يبيح لما رأى بعض الصور تبيح تحريم وسائل أو التخفيف فيه أجازها وشخص آخر في المقابل عكس جعل محرمات الوسائل كمحرمات المقاصد فشدد تشديدا حتى حرج على الناس تحريجا كبيرا ولا تكاد مسألة من المسائل لو فيها مقاصد ووسائل وبعض الوسائل والمحرم تحريم وسائل ليس درجة واحدة فما كان محرما تحريم وسائل لمقصد أعظم كسد ذريعة الشرك وحماية جناب التوحيد فهي أشد من غيرها وهكذا إذن هذا من أعظم المعاني التي يحتاجها طالب العلم للتفريق في معرفة مقاصد الشرع في النظر للأحكام يقول أخونا السؤال الأول ما هي حقيقة التعليلات الفقهية هل هي باب القياس أم تشتمل القياس وغيرها إذا كنت تقصد بالقياس قياس العلة فأغلب تعليلات الفقهية ليست من القياس وإن قصدت بالقياس المعنى الأشمل فيشمل ما عبر به الشيخ تقي الدين قياس الأصل والوصل والفصل فيدخل فيه تحقيق المناط وهي القاعدة الكلية ويدخل فيه قياس الشبه وغيره فإنه في هذا الحال نعم فأغلب تعليلات الفقهية من هذا الباب إما شبه كأن يقول لك كالبيع كالعطق كالوكالة ومعنى ذلك بأن يقول إنه عقد إطلاق كالوكالة أو عقد تقييد كالحجري أو أنه عقد بإرادة ثنائية يكون لازما كالبيع وهكذا أو أنه يكون باب تحقيق المناط وهذا التي يستخرج منها طلبة العلم والعلماء القواعد الفقهية من كتب الفقه مثل ما استخرج العلائي وقبله أو بعده بن خطيب الدهشة القواعد الفقهية من الرافعي في شرحه على الوجيس المسمى بشرح الكبير أو العزيز شرح الوجيس فقد استخرج القواعد الفقهية من هذا الكتاب ومثل ما استخرج الوان شريسي قواعده المسمى بإضاح المسالك استخرجها من شرح المازري على التلقيم وهكذا طيب سؤال ثاني يقول نجد الفقهاء يبنون أحكامهم بتعليلات لا تكون ظاهرة في الدلالة فيعلق بعض الشراح بأن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا بنصوص الشرعية فأي طريقتين نتجه لا ليس صحيحا الفقه أحيانا قد يتركون الدليل القريب ويذهبون للدليل البعيد معروف هذا طريقتهم يتعنون ذلك لكي يشير بالدليل البعيد لفائدة مثل المناط قد يذكر الدليل القريب النص ويذكر لك المناط القاعدة الكولية لكي يستفيد طالب العلم من القاعدة الكولية في القياس لكي يستثمر هذا الفرع الفقهي بالإلحاق بغيره لأن العلم لا يقول لك هذا الكتاب هو الوحيد الذي ترجع إليه فمن استغنى بكتاب فهو في الحقيقة قد فاته كثير بل أكثر العلم ما أقولك كثير العلم كثير أكثر العلم فاته فلا تستغنى بكتاب عن آخر والعلماء لهم مسالك فبعضهم يعنى بكتابه أن يذكر الأدلة وهذه لها مسالك في طريقة التأليف منها على سبيل المثال يعني الجمال المرداوي لما ألفك كفاية المستقنع في أدلة المقنع فأراد أن يجمع لك الأدلة التي تتعلق بالباب ومنها كتب الأحكام الكثيرة جدا ومنها منتقى وغيره وكتب عنيت بالأدلة بمعنى أنها تذكر لك المناطات الكلية والمعاني العامة فأنت لا تظن أن الأدلة فقط هي ما ذكر بل ما ذكر أحد الأدلة أو المناطات الكلية فكلا الطريقتين لا يغني أحدهم عن الآخر لا شك يقول هل يكون قول الشيخ أجزت لمن يشاء فلان من قبيل الوكالة بالإجازة لا يقول من باب التعليق ليس من باب الوكالة وإن من باب التعليق من أجزته فأني قد أجزته وهكذا هذا آخر سؤال يقول أخونا أو له سؤالان من حط سنين ثلاثة يبدو أن الأول قرأته قبل يقول يلاحظ أن كتب المعاصرين في أصول الفقه أيسر عبارة وأقرب للفهم وأبعد عن المنطق وعلم الكلام فهل ينصح بها مطلقا لا ليس كذلك لأن المعاصر ينقل لك بفهمه وأنت إذا اكتفيت بكلامه عن كلام متقدم ربما يكون فهمه ليس دقيقا لا أقول خاطئ وإنما أقول ليس بدقيق هذا من جهة من جهة أخرى بالتجربة في الكليات التي يدرس فيها كتب المعاصرين وأشهر كتب المعاصرين تدريسا ومن أجودها وأنا أقولها كذلك وإن كان قديم كتاب الشيخ عبدوهاب خلاف الشيخ عبدوهاب خلاف عالم حقيقة ألف كتاب اسمه أصول الفقه ألفه لطلاب كلية الحقوق فبسط عبارته وجعل كثيرا من عبارته قريبة لطريقة ألفاظ المعتنين بالحقوق والقانون لكن فيه عيب أنه جعله في كثير من مواضع وخاصة في دلال ألفاظ على طريقة الحنفية لا على طريقة الجمهور لأن الشيخ عبدوهاب يعني هو حنفي في الأصل إذن هذا الأمر أمر الثاني أنك إذا لم تعتد على طريقة الأوائل تستصعب كتبهم استصعابا شديدا وهذا ملاحظ حتى في بعض الخاصة لا أقول في ممتدئ طلبة العلم بعض الخاصة وأقول أحد الزمل المتخصصين في الأصول في دراسته يقول أنا لا أرجع لشيء من كتب فلان وفلان من الأصوليين لأني لا أفهم شيئا هذه مصيبة إذا كان بعضهم ولا أقول غلبهم يكتفي بالمتأخرين وتدريسها لأنها أسهل ويغتن بها عن المتقدمين فحينئذن يستصعب العلم والعلماء المتقدمون لهم من الفضل والمزية والتدقيق والتحقيق ما يوجد عنده كثير منهم ولا أقول عنده جميعهم لا شك أنهم بشر ما يجعل الشخص يفوت عليه شيء الكثير من ذلك قول أخونا أن فيها منطق وعلم كلام هكذا كثير من كتب الأصوليين قد يكثر في بعض كتبهم مثل حاشة العبد والسعد التفتزاني وبعض الشرح مثل أصبهاني لهم كلام كثير في المنطق وبعضهم مقل في ذلك فبعضهم مكثر وبعضهم مقل فيختلفون في هذا الشيء والغالب على كتب الحنابلة وليس جميع كتب الحنابلة أنهم مقلون في ذلك ونقلت لكم عن ابن حامد أنه ينهى عن وضع شيء من كلام الأصول من علم الكلام في كتب الأصول نقل ذلك عنه فيما فهمه منه الطوفي آخر سؤال يتعلق بالرواية عن المبتدع أظن أن أجبت عنه قال ما ورد في المنع من الرواية عن المبتدعة غير الداعي لبدعته هل يطبق ذلك على طلبة العلم أم لا في فرق بين الرواية وبين الأخذ عنهم وذكرت لكم أن كلام الشيخ تقي الدين بن تيمي رحمه الله تعالى في ذلك هو وسط في هذه المسألة وأن نهي الأئمة عن الرواية عن المبتدعة إنما هو باب الهجر لا من باب سقوط الرواية طبعا غير الذي لا يروع عنهم هذا تقرير الشيخ وذلك أحيانا لما يكون الشخص متلبسا ببدعة مظهرا لها إذا رأى أن الطلاب عازفون عنه ربما أخفى هذه البدعة وهذا موجود ولكن إذا كان يظهرها ويرى الناس يقبلون عليه حتى من خواصهم ومن خواص طلبة العلم المتميزين فإنه يجعله يجاهل ببدعته أكثر وذلك قال الشيخ تقي الدين أن ما نقل عن أحمد وأهل العلم في النهي أو من اختلاف الرواية من التحديث عن صاحب البدعة وكذلك من الأخذ عن بعض الفقهة الذين تلبسوا ببدعة إنما هم باب الهجر والزجر له إما ليرجع وإما لكي يخفي هذا الأمر وهذا ملاحظ في أناس يعني مروا من أزمان السابقة لما امتنع عنه الطلاب أخفى بعض الأمور التي يريدها التي قد أنكرت عليه فلما أقبل عليه الطلاب بعد ذلك امتنع من إظهارها لكي لا يظهر هذا الأمر وهذا كان حسنا وليس معناه أنه ساقط الرواية أو عدم الأخذ عنه في الفقه بخلاف الذي يكون مجاهرا ببدعته وبرأيه فالأولى أن لا يؤخذ عنه يعني من باب ما ذكر الشيخ أنه من باب الهجر أولا والأمر الثاني أن الأخذ عنه قد يكون فيه رفعة له في المجالسة أو رفع للشأن في التحديث وخاصة أنه يمكن الأخذ عن غيره مثل ما قال أحمد إن فاتك هذا الرجل يقصد شافعي إن فاتك إسناد بعلو أدركته بنزول وإن فاتك هذا الرجل عن شافعي لم تدركه عند غيره كل علم لا يمكن أن يكون عند شخص يوجد عند غيره أبدا بل العلم محفوظ بحفظ الله عز وجل الأصلب هو الكتاب والسنة والفقه الذي هو مستنبط منهما فقد تجد العلم عند غيره والإنسان يحرص على اتباع طريقة الأوائل في هذا الباب قدر المستطاع ولكن إن أخذ عن بعض من تلبس فقلنا نكون مفرق بين الثنتين الداعية الذي يجهر والذي لا يكون يجهر به والمشايخ تساهلوا في الأخذ عن من لا يجهر وأذنوا لهم بالتدريس منذ القدع وأما كانوا يجهلوا ببعض الأمور المخارفة لطريقة أهل السنة فالأولى والأنسب عدم الأخذ عنه لفوائد كثيرة أوردوها العلماء في محلة أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم المترجم للقناة المترجم للقناة